يمكن دكتور مصطفى مدبولي تحدث النهار ده عن مسألة الأسعار أعتقد أنه في رقابة صارمة على الأسواق وأنه يكون ما فيهش ارتفاعات مجددة للأسعار لأنه التجار أصلاً تانوا بيتعاملوا في السوق السوداء على الدولار على أنه 23 فالمفروض أنه مع تحليل سعر الصرف ما يكونش فيه أي زيادات جديدة على الأسعار هو الدولة المصرية بتبزي الجهود كبيرة جداً في متابعة ومراكبة الأسواق ولكن يعني دائماً في إدارة الأزمات الأمر لا يكتصر فقط على جهود الدولة المواطن ليه دور كبير جداً في مساندة الدولة ومساعدتها في اتخاذ الإجراءات والعقوبات على من يتسبب في ارتفاعات غير مبررة في الأسعار خلينا نشير إلى أن المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية لها أيضاً دور في التوعية للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الزيادات ورفضها وعدم الاستجابة لها وسرعة الإبلاغ عنها كل هذه الأمور من شأنها تحقيق الاستقرار داخل الأسواق لأن كبول الزيادة لشخص واحد سترتب عليها استمرار هذه الزيادة على باقي أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر